موسيقى مرحب بكم مشاهدين الكرام في إطار الحديث عن أهمية توفير الطاقة في هذه المرحلة تحديدا في مصر بتبرز أهمية الطاقة الشمسية كأحد أهم مصادر الطاقة المتجددة وأيضا أحد أهم بدائل الوقود الحفري اللي من أن نتوقع له أن ينفذ خلال عقود قليلة ليصبح الاعتماد على هذه الطاقة الشمسية وكفة مصادرها أمر حتمي لا يمكن استغناء عنه بأي حال من الأحوال بالزبط أكيد بنتكلم عن الطاقة الشمسية وفيه كمان طاقة الرياح وفيه عدد من الطاقات المتجددة لكن الطاقة الشمسية ممكن مصرحة بها ربنا سبحانه وتعالى بهذه النعمة الكبيرة جدا لكن للأسف نحن مش مستغلين لحد دلوقتي بلدف أيضا العديد من الموارد الهمة جدا دا اللي هنعرفه في هذه الفقرة التي خصصت عن الطاقة المتجددة وبالتحديد الطاقة الشمسية وكيفية الاستفادة المثلة منها في مصر في الفترة القدمة اسمحنا الرحب أضفنا الكريم دكتور أحمد أبو طالب أفتاد بكلية الهندسة جامعة القاهرة ومستشار مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء صبع خير دكتور صبع خير نرحب بحديك دكتور أحمد واسمح لنا في البداية قبل ما ندخل في تفاصيل هذا الموضوع نخرج إلى تقرير قصير نتعرف منه على أهم وأبرز استخدامات الطاقة الشمسية وأيضا أهمية استخدامها وحتمية اعتماد الناس عليها بشكل كبير ثم نعود مشاهدين لنفتح الحوار معكم بشكل أكثر تفصيل أمل مصر في المستقبل هكذا يرى الخبراء ملف استخدام الطاقة المتجددة من جميع مصادرها ومشروعات كفاءة إنتاج واستخدام الطاقة مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والوصول بها للفئات الأكثر احتياجا أزمة الطاقة من أهم التحديات التي تواجه مصر في الوقت الحالي ونجد أن سول التغلب عليها تتمثل في جذب استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ليس فقط لتلبية الطلب المتزيد على الطاقة ولكن أيضا كخيار استراتيجي من أجل دعم التنمية الاقتصادية والقضاء على الفقر والبطارة الطاقة الشمسية من أهم أنواع الطاقة المتجددة لما تتمتع به من انخفاض تكريفاتها بالنظر إلى باقي فروع الطاقة المتجددة بالإضافة إلى توفرها في مصر بصورة كبيرة نظرا لطبيعة التقص في مصر مما يجعلها من أفضل بدائل الطاقة المتجددة في مصر الاعتماد على الطاقة البديلة ولسيام الطاقة الشمسية يسهم في خلق فرص عمل خاصة للشباب من خلال فتح المجال أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة الخلايا الفوتوبلطية المستخدمة في توليد الطاقة من أشعة الشمس بالإضافة إلى مجالات مراجعة كفاءة استخدام الطاقة تضافر وتكامل الجهود بين القطاعات كافة أمر مرح من أجل تحقيق التنمية المستدامة بالإضافة إلى وضع حزمة مبتكرة من السياسات والأدوات الاقتصادية لتشجيع التغيير في السلوك الانتاجي والاستهلاكي لتدعيم التنمية مع ضرورة إدراج الاهتمامات البيئية في السياسات الاقتصادية والاجتماعية إذن لا بديل عن استخدام الطاقة بكافة أشكالها وأنواعها في مجالات التنمية وأيضا لا بديل عن المصريين في توفير الطاقة حتى لا نضطر إلى زيادة فترات انقطاع الطيار الكهربائي للحديث بشكل أكثر تفصيلنا المشاهدين عن هذا الموضوع نوجد الترحيب بدكتور أحمد أبو طالب الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة من رحب بحادة دكتور أحمد طبعاً نحن نحن سلاك لمبتاقة أكثر من انتاجنا كل بساطة بالزبط يعني نحن صدق يعني نحن نحبين نسمع رأي حضوريا 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 نحن حبس القصة يعني نحن حوالي 33 ألف ميجاوات المفروض الاستهلاك بتاعنا وبيتزايد هصل 50 ألف ميجا نحن نوفي هذا بالطريقة العادية السولار والديزل والكلام والكاراب الساد العالي والأخير ومصاريف غالية وصف مرات غالية فبينما في نفس الوقت ربنا سبحانه وتعالى قداني ميزة مهمة أول اللي هي الطاقة الشمسية بدون الحديث عن مميزات مصر والأخير أنا أدي بس مرخص سريع جدا أنه المتر المربع يطلع لمئة واط تقريبا بالأجهزة الحالية موجودة اللي أنتو شفتوها على التليفزيون يولي الكهرباء تعادل مئة واط تقريبا وأكتر من كده بس إحنا على أساس بتوسط مداري اليوم كله مئة واط لو أنا زرعت خلايا شمسية بتولد الكهرباء في مساحة عشرة تلاف فدان في الصحراء عشرة تلاف فدان ده مش عقب كبير ده ستة كيلو سبعة كيلو تجيب لك العشرة تلاف فدان بتوعك والصحر عندنا ما شاء الله ربنا مديني فبالتالي لما واحد يقول لي على الطاقة وبعيني منحة الاقتصادية وده المهم جدا أني تجيب تمالها في خلال أربع سنين بكتير أول فالعائد حوالي أكتر من 20% عائد استثماري ممتاز غير أنه هو بينمي المنطقة اللي حواليه فتتخيل سيادتك أعمل سد عالي في أي حتة صحراء غربية صحراء شرائية الفرفرة أي حتة نعايزها في عندي من غير أي مشاكل لا بقى أدوخ على كبلات ولا خطوط عالية ولا كلامنا كل فأقدر أخلق مجتمعات عمرانية في الأماكن اللي أنا عايزها أي مجتمع عمراني محتاج طاقة طاقة عشان أطلع مياه من الأرض مياه جوفية لو أنا جم البحر طاقة عشان أطلع أحلي مياه البحر طاقة عشان المياه دي أزرع بيها طاقة عشان أدور المصانع بتاعتي طاقة عشان البيوت الهندسة اللي هتسكن فيها فعملية سهلة جدا وأنا مندهش حتى الآن الكلام ده كله وما فيش تنفيذ غير على برضو السؤال بقى دكتور هنا بقى في النقطة دي يعني لازم المقاطح داك كمان بجنب لحدك أستاذ في كلية الهندسة أنت مستشار في المركز المعلومات ودعم تاخذ القرار التابع لمجلس الوزراء إذن بياخذ بالمشورة بتاعتك لما تكون حديث مستشار يعني مفروض توجههم وتنصحهم نحو المكان السليم ليه إحنا متأخرين إحنا عارفين التكلفة عليه يعني تكلفة التكلفة مش عالية تكلفة إنشاء الوحدات يا سيد الفاضي ما دي برضو من ضمن الحاجات التي تشاع المفاهيم الخطيئة ربما من أهل هذا الكلام طب ليه إحنا متأخرين أقول لي سابتك حاجة بس عشان ندي شوية أرقام يمكن ناس كان تتكلم على معلومات بقالها عشر سنين أنا بنتجة شغلي وعملي بسافر الصين تقريبا كل ثلاثة أربعة شهور فبتابع اللي بيعملوه وبتابع الصين أصبحت ورشة العالم كون أنا عندي الواط تكلفة الواط حاليا في السلوء العالمي والصينين المطلعينه أقل من نصر دولار والجسم البانل نفسه واللي هو بيع من الطاقة الشمسية فيه خلية وفيه جسم اللي هو الألومنيا والإزاز البانل ده خمسين في المئة منه وبارة عن إزاز والألومنيوم اللي أنا بعمله عندي فأنا هيبقى التكلفة علي في النهاية الواط ده هيكلفني أقل من دولار ده بعد ما جيب البطارية بتاعته للتخزين وكل حاجة فالناس يقولك لا ده الواط يكلف ثلاثة دولار يا جماعة الأرقام دي جات منين لو عايزين بكرة نروح نجيب الحاجة ونصنع عندنا في مصر حاجات بتاعتنا فهو الإشاعات التي تقال عشان يبعدك عن هذا الطريق طب ليه إحنا متأخرين برده دكتور ما إحنا معرفناش ليه إحنا متأخرين طالما الكلام ده كله موجود في الدولة وبين قسين لماذا هذا التأخير هقول لي سادتك حاجة أنا هجي له قصة يعني مريرة أنا عنيت منها شخصية أنا كنت في وزاعة الاتصالات في وقت ما وبدو أنها مش عايز أقولها أسماء يعني وكنا كلامنا من أكثر من عشر سنين ومع اتفاق مع الألمان فراون هوفر على أساس نعم المصنع لإنتاج الخلايا الشمسية في جمهورية مصر العربية وروحنا هناك على أساس فراون هوفر هي مسؤولة من قبل أمم المتحدة عن تطوير الطاقة الشمسية على مستوى العالم فقلنا الناس زي اللي عملونا دراسة هتبقى لها مصداقية نقدر بيها لرجال الأعمال والبنوك يدخلوا يعملوا هذه المصانع وحدث وعملنا فيها أول مرحلة والناس عملوا فيز وان مرحلة من رواحد من هذه الدراسة وقالت الوعيد وأنها ممتازة والأخير والمادة الخامة هنجيبها في مصر عند إدفو والكورتس عند إدفو والشركات الألماني والأسباني وهنصدرها قصة كبيرة يعني وابتدينا قالوا بقى زي المرحلة الثانية عشان يعملكوا دراسة الجاد وتاخدوها تروحوا الرجال الأعمال والبنوك تشتغلوا بيها جينا بقى للمرحلة الثانية الحاسمة تم إزدار الأمر للوزير المعني في هذا الوقت وبدون ذكر أسماء وقف الموضوع ده كنا اشتغلنا فيه حوالي سنتين طب أسباب النواة في الموضوع أنا بقى يعني دي حاجات كلنا نفسها زي ما احنا عايزين إنما إنما هل حضرتك بتلمس يعني اتجاه لتغيير حقيقي طبعا كان اتجاه واضح أن هم مش عايزين إنتجاه حاليا 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 تغيير بالفعل الاستفادة من الطاقة الشمسية وتوفير مصادر بديلة للطاقة كلام حلوة أو التنفيذ بقى هو كلام جميل على الأقل زمان ما كانش فيه كلام ده دلوقات فيه كلام طب ما تنفس عايزين يتحرك بقى وعندنا التكنولوجيا موجودة وسهل الحصول عليها دلوقات غير عشر سنين فات طبعا والصينيين مستعدين يجيشتغلوا معنا وبعين المكونات الحاجات دي بصعبة أنا جايب النهار ده معايا عايزين يشغل بحاجات من الطاقة أنا كنت أجيب لكم معايا البانيل بتاع الطاقة الشمسية بس الجماعة في البرنامج قالوا هيبقى كبير شوية عشان نحل نوفر في الطاقة لازم ترشيد استخدام الطاقة صحيح والترشيد مش معناه السعري برخيص احنا عملنا الدراسة في مركبة مجلس الوزراء وقدمناها لوزراء معانيين وابدونا برضو ذكرى اسماء خلال 3-4 سنة لفاتوا ده هنقدر نوفر أكتر من 10% من الطاقة المستعلكة لو احنا بس بدنا اللومد اللي فيه الشوارع والبيوت بلومد اللي دي الليد اللي هو الرئيس السيسي كلم عليها في خطابه قال لومد الليد ايها اللومد الليد دي هذه لومد الليد لها اشكار كتير دي انواعه بالمزبه لدين دول دول ميدين ايجبت مصنوعين في مصر الحمد لله ده الخطوة صحة ايه ايه اللي هو دي تعادل اضاءة 70 واط تمانها 15 جنيه دي تعادل اضاءة 120 واط تمانها 25 جنيه وبتقعد فترة قدقية دي عمرها خمس سنين خمس سنين خمس سنين وراميتيها دي بلاستيك ما تكسرش عمسعد در مالك اوه بس حاجة حصل بلاستيك لو حتى لو تكت اركبها اللمه دي مكونات دي لامة الالي دي دي السلاكها واحد على 10 من اللمه العادية واحد على 3 من اللمه اللي هي نيون يعني دي تستهلك تلت الموفرة تلت الموفرة يعني دي تجيب تمانها يا سيد الفاضل لو اللمه عادية بتشغل 10 ساعات في اليوم جاي المحلات والاخره دي تجيب تمانها في خلال شهرين شهرين بس الحكومة المصرية بتنور الشوارع ده حكومة طب ما تغيريش اللومة بتاعتك يا حكومة ليه بالضبط ليه الحكومة ما تبتديش بنفسها وتستخدم وعندين احنا ايه خد بالك يقولك ايه الدعم الطاقة طب دعم الطاقة يا جمعة ده انا لو الحكومة والمحليات اللومة بالشوارع عملوها اللومة باللد هوفر حوالي 4 مليار جنيه دعم الكهرباء العضواء الكتيرة جدا كل الشوارع والمحليات والأساسات الحكومية والوزرات دعم الكهرباء 10 مليار جنيه ده كما يقولون يعني والناس الغلابع بيقولك دول مش بياخدوا مش بدفعوا ولا أخير طيب يعني عرضنا هذا الكلام اي بيت والناس الفؤرة الشريحة اللي هي الدنيا أغلب الشغل بتاعها إضاءة أكتر من 50% ده على حسب كلامة ذات الكهرباء طب يا جماعة احنا هنديهم حتى اللومة دي ببلاش أو بسعر مدعم أقل من سعر هو ثمن الدعم حتقال لهم ببلاش بحيش في الحالة دي هضمن إن استهلاك الكهرباء بتاعه هينزل على الأقل واحد على العشر النص الربعة هذا التخفيض في استهلاك الكهرباء بتاعه هخلي استهلاك بتاعه مش قد مش هديده دعم ما باعبت كده أنت بتدفع كامل في الشهر عشرة جنيه هتدفع نفس العشرة جديه بس استهلاك الكهرباء هيقل بيساوي العشرة جنيه طب استخدامها في البيوت هل تأمن تماماً للأطفال في ساعات المذاكرة في الفرجة على التليفزيون مفعلهاش أي أضرار ده أحسن من التانيين بولك لو وقعت وستكسر التانية هتكسر فيه إزاز لو طفله صغير ممكن يتعور التانية فيه غاز النيون يعني فيه مشاكل مختلفة فهي هي منظومة يا جماعة لازم محطات لتوليد الطاقة الشمسية ودي سهلة جداً تزرع في الصحراء وعمر وكابلات فيه منشورة ضخمة جداً مع أوروبا ودي الألمان المحتضين من هذا المشروع وفيه ناس جم هنا منهم وعايزين نشتغل ألمانيا الدولة الأولى في العالم في الطاقة الشمسية لا هي هي كمهتمة من زمان بالطاقة البديلة فالتكنولوجيا عندها متطورة جداً وهم مساعدين يتعاونوا وبعين الأمم المتحدة وكلت الأمر لزي ما قلت لك فرون هوفر معت فرون هوفر في ألمانيا فهم متقدمين جداً في مجال الماتيري الفكرة كلها هي أن أنا أنا ممكن أوفر عندي كمية كبيرة من الطاقة بكل بساطة استخدام الطاقة الشمسية بتاعتي أن أنا أنور إزاي وشغل المواتير بتاعت إزاي أدخل في تكنولوجيا الإلي دي شغلت العمالة بتاعتي لأن دي المصانع ده ده جميلت لكم ده معمول في مصر البانيلز بتاعت التاقة الشمسية أكتر من خمسين في المية عبارة عن إزاز وألمونيوم معمول عندي السيلكون نفسه ده بيجي من عندي ويغدوه تايوان وألمانيا ويصنعوه يعمل اللي رملة البيضة اللي هي الكورتس آه يعني رملة البيضة بسم الله دكتور أحمد فيه دلوقتي بعض اللوحات الإعلانية اللي موجودة ربما في الطرق السريعة أو بتستخدم الطاقة الشمسية للإضاءة يعني وللإعلان عنك شرم الشيخ شرم الشيخ شرم الشيخ العديد بالضبط طرق السياحة القرى السياحية ابتدت تستخدم الطاقة الشمسية أنا مش أقول لك شرم الشيخ الصين في الجنوب اللي بيتمطر صيف الشتاء تلاقي عميد الإنارة العمود وفيه لوحين طاقة الشمسية محطوطين في الصين في الجنوب اللي بيتمطر هو المطلوب تعملت هذه التجارب اللي بدأت بالفعل في مصر على مختلف مستوى وأنحاء الجمهور يا سيدة الفاضلة ما فيش إرادة سياسية للتنفيذ ويقول لك فلوس مش قلقش دعب فلوس بنك الأهلي وبنك مصر أنا اتكلمت معاه مستعدين يمولوا الطاقة الشمسية بضمان حكومة تضمع مستعدين يمولوا اللمض الالي دي بضمان طب إيه الشرايح اللي حضرتك جارب أنا بس بحاول أشرح حاجة تفضل كطاقة الشمسية الخلية اللي بتعمل الطاقة الشمسية تشبه قوي دي الشكل ده الخلية حشة ممكن تكسف يدك بتبقى كده ويفرس وفيعة جديد ياريت بس نزلها للكاميرا شوية حدرتك ترفعها بيقاضي بشكل ده بتبقى بهذا الشكل تقريبا بتبقى مربعات أو أشكة اللي احنا عايزينها بس بتبقى هشة جدا بحيش خبطها تتكسر مني الخلية دي بحطها بعد كده على حاجات معينة وفي البانيل بقى اللوحة دي عشان تعمل تولدلي الطاقة دول الخلية الشكل اللي معايا ده اللي احنا بنعمل بيه اللمبة دي من جوة يعني بص يعني دي معا دي شايف وده معا ده اه اه ايه اللي محطوط ده الليد الدايود اللي بينوور اللي هم الأصفر ده طب تكلفة تصنيع اللمبة دي ايه دكتور تقريبا مثلا بتتكلف قد ايه ما انا قلت لك السعر سعرها ده اللي بيتباعة أوكي لا معا ما تكلفة سعرها دي بقى احنا نتكلم على أسرار جماعة بتوع ورجال عمل تفاهم معهم عشان من يعني هل تكلفتها عالية عايز عرف تكلفة تصنيعها عالية ولا طب اطلق طب اطلق تاني برضو نامين يمكن ترحب نشكل تاني ليه الدولة ما تتجهش هي التصنيع دي لا يشوف احنا خلينا نسوقعين الدولة بطيئة جدا في الحركة القاتلة دور الدول الأساسي والناجح والفعال وثبت في دول كثيرة منها الصين الشعبية تبقى محافز اللي احنا بقى نتكلم على العواقب اللي احنا بتاعت الانتاج محافز يعني محافز تشجع الناس الشركات الكبيرة اللي هي شغالة في الإضاءة اللي هي عاية الشغل في الطاقة الشمسية وفي عندنا مصانع بيجمعوا الألواح دي في أنا عرف كف الشيخ في الجامسة وفي حتت كده انها تشجعهم تشجعهم ازاي تشجع تشهيل السجل الصناعي تشجع لو انا حوزع لمبة زي دي على مستهلك طبعا لازم السعر الراجل يقول لي مثلا لا دي غالية تدخل للدولة تقول لا احنا انا هورد للدولة هعزي اللمط والدولة تضمن لفلوسي بالتأسيد لان انا مش هقصت كراجل مستهسي مش هقص الدولة تدخل هي اللي تأسد وتضمن فلوسي هنا بقى تجد الدافع الناس هتتحرك المصانع زي دي والصناعة زي دي سهلة جدا احنا بسميها في العرفة بتاع الصناعة دي لو تكنولوجي صناعة لو تك وانا مش هقاعد اقولك يعني لما بنعمل اللمط زي دي بنات صغيرين يعني عشان نحل المشاكل بطالة بنات بعودوا يشتغلوا يجمعوها ويلحموا الحاجات دي الحاجات دي بتتلحها الليد دي بتتلحها بتيكلونه جمع عينة وجمعوا دي الجسم ده ده جسم بلاستيك بتعامل هنا عند الناس بتوع حقن البلاستيك يعني عملية بسيطة بسيطة الالمونيا ده ده اللي احنا عايزين بقى يتعامل الالمونيوم ده ده عبارة عن دايرة كهربائية الالمونيا وفي الوش نحاس حاجة كده رفعية جدا نحاس الالمونيا ده مستورد ده دكتور نعم فان ده مستورد دي مستوردة هاشيكون عندك فكرة الالمونيا ده مستورد من جمهورة مصة العربية يعني متصنعها انا عارف المصطع في الصين اللي هو بيعملي اه فان حتى دهشت يعني لانه انا حتى تكلمت هنا ما مصطع بيعمل الالمونيوم قلت له يعني هل هذا معقول مش عارف تعمل الوش اللي ده عايز جاي ما تعملوا انت يعني قول عملية سهلة يعني اكيد فامم يعني بس ما همش يعني مش عشان برضو بالاضافة لهذا الموضوع انا عندي بيمبيع طن الالمونيوم شركة الالمونيا نقاوة عالية الطن بألفين جنيه دي حوزناها حوالي جرام بتتبعها بجنيه الجرام بجنيه بجنيه والطن بألفين جنيه المادة الخام يعني الطن بالحاجات دي بمليون جنيه بينما انا بعدته مادة خام بألفين جنيه شوف الهدر طبعا والتكنولوجيا يعني أنا ممكن عملها في البيت كلامنا عملها بسيطة جدا طبعا دكتور احنا عشان خلاص ادامنا علي من دي احنا فيه ولازم نعمل ايه مقرص صفحة عشان ربنا يكرمنا ونعمل حاجة في السنادية العملها بسيطة جدا ارادة سياسية يعني يا جماعة اللي عايز يعمل محطة الطاقة شمسية في مكان ما في الصحراء اهلا وسهلا يا حكومة انا مش عايز الحكومة تشتري منه حاجة هي تجمع المحطات تتعمل والناس تتشغل يعني بالعرب كده الحكومة تسهل للناس الحصول على الاماكن دي ليه التعمير الزكاة اللي يزوء الحكومة عايز يتشجع تزوء فيه بالذات عشان الدعم ده ان هذه اللومة الال اي دي ان حكومة كمثلة في وزارة الكهرباء تضمن تضمن للمورد لهذه اللومة لما هو هيقصت هيورد اللومة دي لوزارة الكهرباء لوزارة الكهرباء توزحها على الناس في البيوت تضمن للناس دي القصة بتاعها اللي عايز يركب طاقة شمسية عنده في البيت عايز يركب مثلا واحدة خمسة كيلو وات غالية يعني حلونا رقم معين فهيتي الحكومة البنك بنك لاهل بنك مسر وآخره يقصت هذه الفلوس من اللي يضمن لازم حكومة تضمن طبعا هو الموضوع زي ما حدرتك ذكرت محتاج إلى ورجال العمال يعمل واشتراه ورغبة حقيقية في توليد الطاقة الشمسية وان شاء الله الارادة السياسية دي تكون موجودة مع الرئيس عبدالفتاح شاء الله شكرا لك دكتور ان كان الخطورة هي اللامبا دي عشان نوفر جزء حتى ونبتدي من النهار والخطوة الأساسية ان الحكومة برضو بكافة مؤسساتها هي اللي تبتدي بنفسها تشتغل برضو وتغفرها كمان اكيد احنا نشكر حضرتك جزيلا شكرا دكتور أحمد أبو طالب أستاذ الهندسة بجامعة القايرة شكرا